هذا هو المقطع الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث الفصل الثاني تركيب نظرية الإمامة على أئمة أهل البيت وسوف نتحدث عن وصية النبي إلى الإمام علي كدليل على الإمامة ينقل المفيد وسائر الإمامية نص الوصية التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن إبي طالب في آخر أيام حياته عندما كان في مرض الموت وهي وصية عادية شخصية أراضها النبي في البداية على عمه العباس فاستثقلها فعرضها على الإمام علي فقبلها ولم تكن وصية بالدين ولا بالخلافة والإمامة ولكن الإمامية وخصوصا الغلات مثل عبد الله بن سبق حاولوا أن يتكئوا عليها ويعتبرونها نصا بالإمامة وقد رواها الشيخ المفيد ولم يعلق عليها وهي كما يلي قال رسول الله يا عباس يا عم رسول الله تقبل وصيتي وتنجز أدتي وتقضي عني ديني فقال العباس يا رسول الله عمك شيخ كبير ذو أيال وأنت تباري الريح سخاء وكرم وعليك وعد لا ينهض به عمك فأقبل على أمير المؤمنين فقال له يا أخي تقبل وصيتي وتنجز أدتي وتقضي عني ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي قال نعم يا رسول الله فقال له أدن مني فدنى منه فضمه إليه ثم نزع خاتمه من يده فقال خذ هذا فضعه في يدك ودعا بسيفه ودنعه وجميع لعمته فدفع ذلك إليه والتمس عصابة كان يشدها على بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب فجيئ بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين وقال له امضي على اسم الله إلى منزل كان وهذه الوصية كما ترون ليس فيها أي دليل ولا إشارة إلى موضوع الحكم والخلافة من بعد النبي حديث الأترة والثقلين وهناك حديث آخر يتضمن الوصية بالأترة وأهل البيت اتخذ منه بعض الإمامية دليلا على نص على أئمة أهل البيت بالإمامة وهو حديث تطور عبر التاريخ واستغله أكثر من طرف من أقرباء الرسول من العباسيين والطالبيين وغيرهم وقد روى المفيد نسخته الأولى هكذا فقال أخبرني أبو حفص أمر بن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا جعفر بن محمد الحسيني قال حدثنا عيسى بن مهران قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني عبد الرحمن بن خلادي الأنصاري عن أكرم عن عبد الله بن عباس قال إن علي بن إبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل ابن العباس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله في مراضه الذي قبض فيه فخرج في ملحفة وأصابة حتى جلس على المنبر ثم قال ألا إني لاحق بربي وقد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تظلوا كتاب الله تعالى بين أظهركم تقرؤونه صباحا ومساء فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله وقد خلفت فيكم عترتي أهل بيتي وأنا أوصيكم بهم ثم أوصيكم بهذا الحي من الأنصار فقد عرفتم بلاهم عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين ألم يوسعوا في الديار ويشاطروا الثمار ويؤثروا وبهم الخصاصة فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار وليتجاوز عن مسيئهم وكان هذا آخر مجلس جلسه حتى لقي الله عز وجل كما يقول الشيخ المفيد وكما يلاحظ فإن هذه الوصية لا تتضمن حديثا عن الإمامة والخلافة وإنما تتوجه إلى عامة المسلمين بالاهتمام بالعترة وأهل بيت النبي والأنصار ويبدو أن هذه الوصية تطورت إلى الرواية المشهورة إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي ولئن كانت هذه الرواية قد اشتهرت في القرن الثاني الهجري واعتمد عليها الهاشميون في بناء شرعيتهم السياسية الدينية فإنها لم تصبح متواترة وظلت كما هي خبر أحد لا يحتوي على معنى سياسي وإنما يقتصر عن الحب والمودة والرواية كما ينقلها الشيخ المفيد هكذا عن معروف ابن خربوذ قال سمعت أبا عبيد الله مولى العباس يحدث أبا جعفر قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول إن آخر خطبة إن آخر خطبة خطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه خرج متوكعا على علي بن أبي طالب وميمون مولاته فجلس على المنبر ثم قال يا أيها الناس إني تاركم فيكم الثقلين وسكت فقام رجل فقال ما هذا نثقلان فغضب حتى حمر وجهه ثم سكن وقال ما ذكرتهما إلا وأنا أريد أن أخبركم بيما ولكن ربوت فلم أستطع سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم تعملون فيه كذا وكذا ألا وهو القرآن والثقل الأصغر أهل بيتي ثم قال والله لا يحبهم عبد إلا أعطاه الله نورا يوم القيامة حتى يرد علي الحول ولا يبغضهم عبد إلا احتجب الله عنه يوم القيامة فقال أبو جعفر إن أبا عبيد إن أبا عبيد الله يأتينا بما يعرف أو بما يعرف هو وبالرغم من أن هذا الحديث الوصية يعني لا يحدد من هم أهل البيت ولا يجعلهم أئمة للمسلمين إلى يوم القيامة فإن الشيخ المفيد ينقل رواية أخرى أوضح منها ولكنها بدون سند ويدعي أنها ما جاءت به الرواة على اتفاق واجتماع من قوله عليه السلام وهذه الوصية أيها الناس إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض ألا وإني مسائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني وسألت ربي فأعطانيه ألا وإني قد تركتهما فيكم كتاب الله وإترتي أهل بيتي فلا تسبقوهم فتفرقوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله وكما رأينا في فصل سابق فإن الشيخ المفيد رفض الاعتماد على حديث الثقلين أو العترة وقال في حواره مع الزيدية الجارودية قالت الإمامية هذا الخبر بأن يكون حجة لمن جعل الإمامة في جميع بني هاشم أو لا من أن يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة لأن جميع بني هاشم أترت النبي وأهل بيته بلا اختلاف هكذا قال الشيخ المفيد وأضاف لكننا لا نعتمد على ذلك ولا نجعله أصلا لنا في الحجة فهو يعني الشيخ المفيد هو رد هذا الحديث أنه لا يدل على إمامة الأئمة الاثنين عشر الذين يعتقد بهم النصوص على الأئمة أخبار أحد ضعيفة وقال الشيخ المفيد فإن قال قائل من أهل الخلاف أن نصوص التي يرونها الإمامية موضوعة والأخبار بها أحد وإلا فليذكروا طرقها أو يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها والارتياب قيل له ليس يضر الإمامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار النصوص على أئمتهم ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها أخبار أحد يعني هو يعترف أنها أخبار أحد لمقترن ولكن يقول لمقترن إليها من الدلائل العقلية فيما سميناه وشرحناه من وجوب الإمامة وصفات الأئمة بدلالة أنها لو كانت باطلة على ما تتوهم الخصوم لبطل بذلك دلائل العقول الموجبة لورود النصوص من أئمتنا عليهم السلام بالاتفاق والظاهر الذي لا يوجد اختلاف وهذا بيّن بحمد الله لمن كان له عقل يدرك الأشياء الشيخ المفيد إذن لا يقول بأن حديث الأترة حديث ينص بصراحة على الإمامة ويقول عموماً بأن الأحاديث التي يتمسك بها الإمامية هي أخبار أحد يعني غير متواترة ولا يمكن البناء عليها وكما تكلمنا سابقاً قال الشيخ المفيد بأنه أخبار الأحاد لا يمكن أن نعمل بها يعني لا تؤسس لعقيدة ولا لعمل محاولة إضفاء طابع إلهي على الإمامة ينقل المفيد أخبار أحد مجهولة السند عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري أبيه إلى السماء وانتهيت إلى صدرة المنتهى نديت يا محمد استوصب علي خيراً فإنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين يوم القيامة ونقل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عن أبيه عن جده قال إن الله جل جلاله بعث جبرائيل إلى محمد أن يشهد العلي بالولاية في حياته ويسميه بإمرة المؤمنين قبل وفاته فدعا النبي تسعة رهتاً فقال لهم إنما دعوتكم لتكونوا شهداء الله في الأرض أقمتم أم كتمتم ثم قال يا أبا بكركم فسلم على علي بإمرة المؤمنين فقال عن أمر الله ورسوله قال نعم فقام وسلم ثم قال لعمر والمقداد وأبو ذارو عبد الله بن مسعود وبريدة وآخرون أن يقوموا وسلموا على الإمام علي بإمرة المؤمنين طبعا حديث كلها بدون سند ويكمل الصورة بحديث آخر عن جعفر بن محمد يؤول فيه الآية التي تتحدث عن الأمر الذي أسر به النبي إلى بعض أزواجه وهي وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أعرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك بهذا قال نبأني العليم الخبير وهو كما يقول المفسرون خلوه مع ماريا الكبطية في بيت عائشة والطلاع حفصة على ذلك وطلب النبي منها كتمان الأمر ولكنها أفشت السر إلى عائشة هذا كمان موجود في كتب التفاسير فيدعي المفيد أن السر كان حول خلافة الإمام علي وليس خلوه النبي مع ماريا ويقول قد جاء في حديث الشيعة عن جعفر بن محمد أن السر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بعض أزواجه إخباره عائشة أن الله أوحى إليه أن يستخلف أمير المؤمنين وأنه قد ضاق ذرعا بذلك لألمه بما في قلوب قريش له من البغضاء والحسد والشناءان وأنه خاف منهم فتنة عاجلة تضر بالدين وآهدها أن تكتب ذلك ولا تبديه وتستره وتخفيه فنقضت أهد الله سبحانه في ذلك وأذاعت سره إلى حفصة وأمرتها أن تعلم أباها ليعلمه صاحبه يعني أبا بكر فيأخذ القوم لأنفسهم ويحتال في بعض ما يثبته رسول الله لأمير المؤمنين ففعلت ذلك حفصة واتفق القوم على عقد بينهم إن مات رسول الله لم يورثوا أحدا من أهل بيته ولا يؤتوهم مقامه واجتهدوا في تأخيرهم وتقدم عليهم وهذه الحديث أخبار أحد بدون سند صحيح وتنسب إلى الإمامين الباقر والصادق وهما يرسلان الخبر إلى النبي دون سند وحتى لو صح الخبر عنهما فإنهما ليس محايدين إذ أنهما متهماني بتأسيس نظرية الإمامة الإلهية والاستفادة منها ولو أنني أنزههما عن رواية هكذا أخبار مشبوهة ويواصل المفيد محاولته إضفاء طابع إلهي على الإمامة الله يعني أمر بذلك فيذهب للتوراة لكي يستخرج منها نصا يؤوله في أئمة أهل البيت ويدعي وجود البشارة بالنبي والأئمة في الكتب الأولى ويقول قد بشر الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه وسلم في الكتب الأولى فقال في بعض كتبه التي أنزلها على أنبيائه وأهل الكتب يقرؤونه واليهود والنصارى يعرفونه أنه ناجى إبراهيم الخليل في مناجاته أني قد عظمتك وباركت عليك وعلى إسماعيل وجعلت منه إثنى عشر عظيما وكثرتهم جدا جدا وجعلت منهم شعبا عظيما لأمة عظيمة وأشباه ذلك في كتب الله تعالى الأولى ولا يكتفي المفيد بإضفاء بعد تاريخي قديم من زمن إبراهيم على موضوع الإمامة وإنما ينقل حديثا آخر يضفي عليها بعدا مستقبليا في الآخرة عندما يروي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داود النبي فيأتي النداء من عند الله عز وجل لسنا إياك أردنا وإن كنت لله خليفة ثم ينادى ثانية أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيأتي النداء من قبل الله عز وجل يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضه وحجته على عباده فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم ليستضيع بنوره وليتبعه إلى الدرجات العليا من الجنان قال فيقوم أناس قد تعلقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه إلى الجنة ثم يأتي النداء من عند الله جل جلاله ألا من ائتم بإمام في دار الدنيا فليتبعه إلى حيث شاء ويذهب به فحينئذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار طبعا كلها حديث مختلقة ولا سند لها ولا أساس إلى هنا انتهى الفصل الثاني من الباب الثالث وسوف نتحدث إن شاء الله في الفصل التالي الفصل الثالث عن تلفيق النصوص على أئمة أهل البيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته